اللي يسموه أبو الشمقمق يقولون عنا فاديو من الأيام على الجسر كان يأكل في بغداد على الجسر يأكل احنا أدنى اكو شغلات يسموها خلاف المروء أمو رجل دين محترم شيء بالشارع لازم لسندويش أياكل يعني خلاف المروء ممقبولة أي إنسان محترم شيء خلينا أخاف تسجل علينا ما المحترم والباقين اللي يأكلون مو محترمين لا هي هو أكو أكو مقامات يعني والإنسان يكون يعرف مقامه يعني أنت تنتقد نفسك أنت تشوف لك السواحد عنده سندويش عنده فلافل ويبيع بالشارع شباب يأكلونه ألف عافية وطبيعي ومو حرام وما بها مشكل بس من يجي واحد شخصية ورجل دين ومحترم وشيء وعبا تطايحة والأكل يقول ايش دعوة يعني ما لقيت لك مكان تستربي يعني كأن ما يصير عليه فرد فرد شيء فيوم من الأيام واحد فات على هذا أبو الشمقمق شافة عجسر يأكل قال لي سبحان الله هذا خلاف المروء ليش هشكل تسوي قال لي هذا خلاف المروء إذا قدام ناس أما أنا ما شوف ناس هذا العالم يقول لي العجيب صدر النهار بشباب النهار وقت الضحى والعالم رأي حجايا شنو بتشوف ناس التأعمى مفتح قال أبو ينفتح بس هاي مو ناس فصار بينهم جدل يقول قال لي تعال خل أثبت لك فدي يوم من الأيام أيام الأربعينات يقولون فدي يوم واحد شرطه مرور شاف لباس خشب ومصعد عبرية هواية بس أدى زيادة موقفهم وقف دائر بدايرة الجسمة ورابطهم بحبل شادهم بحبل حتى لا يوقعون بظهورهم دائر على السيارة فقال للمرور حاسبة قال لي أنت شاي الغنب شاي البشر قال لي شاي الغنب قال لي شلول قال تعال القص الحبل إذا ما وقعه فهم بشر وإذا طاحوا كله قال مرتجينة الشاهد يعني فقال لي أنت خلي تعال طيني الأكل هذا مالتي وأنا رايح أوقف على الجسر على أسطوانة أو أصيح أيها الناس وأجمعهم وتشوفوا النتيجة جمع الناس صاح أيها الناس أيها الناس التمت العالم قال لهم قال فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وصل لسانه إلى أرنبة أنفه دخل الجنة يقول بل أثناء وكل واحد تطلع لسانه يريد أن يوصل ما يوصل اللي يوصل كيف وعذا يرتاد يبقى مقهور ليش ما وصل لسانه يعني أنه ما طاب بالجنة وش لذلك باللسانك الله بسوي قصير بسوي طويل وش الخير قبيل قال لا تفضل الشعب اللي يستوعب هاي الرواية وأخذها وبنع لها تصور تتوقع هاي ناس